قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح يرافقه وكيل الوزارة الفريق صام النهام بزيارة تفقدية قام بها لمركز إيواء العمالة الوافدة في منطقة كبد للاطلاع على تجهيزات الموقع المخصص للعمالة قبل ترحيلهم وكانت شركة نفط الكويت قد جهزت الموقع ليكون ملائما للسكن المؤقت فيه قبل ترحيلهم إلى بلدانهم حيث يستوعب المركز 2500 شخص